جسر ساعد في منطقة الإزريجي بمحافظة البصرة جسر حيوي يربط قضاء الهارثة بقضاء شط العرب بات مهددا بالانهيار مجددا على الرغم من أنه المنفذ الرئيس الذي يستخدمه سكان المنطقة ويخدم الكثير من الشركات النفطية وسكان المناطق المجاورة يعني اهتمام ضعيف بهذا الجسر شوف هذا الجسر اسمه غراق قطع الاتصال بين شرق البصرة الشرق منه وهذه غرب البصرة قد نسميه جاسة تعبير طبعا هذا الجسر عليه شركات عملاقة يعني تطلع بالتلفزيون ولها مواقع ولها يعني مشاريع مثلا مجنون عندك مجنون سكان منطقة الإزريجي انتقدوا التقصير الحكومية بصيانة الجسر واعتمادهم على أنفسهم في إعادة بنائه بعد الانهيارات السابقة أي دور حكومي لا للمحافظة لا مديرية الطرق والجسور البصرة دورهم كلش بائس يعني تخاطبت اتناشدة يقول لك أنا ما عندي شاكوش أنا ما عندي واير لحيم أنا ما عندي مكينة وإلى متى يعني هنا الأهالي بالمنطقة هم اللي متحملون المسؤولية وهم اللي قايمين بالواجب السلطات الحكومية في البصرة تبرر التقصير بإصلاح الجسر بنقص التمويل وبقدمه ما يضعه حاليا خارج الأولوية أهم معوقات الجسور الثابتة خصوصا في المنطقة اللي تكون ممر ملاحي للميناء تفرض علينا يعني على كشفاتنا مبالغ ضخمة بسبب أنه لا تكون هناك فتحة ملاحية تتماشى مع حركة الميناء لكن هذا الموضوع يكون بحدود قصيرة جدا وقليلة في منطقة الزريج نحن تعرف أنه الجسر الواحد مثل ما ذكرت لك وهو بقايا الجسور القديمة وصيان تكون محدودة جدا ويأمل سكان منطقة الزريجي والمناطق المجاورة الذين تضررت أعمالهم أن تسمع مناشداتهم وتسارع الجهات المعنية في إصلاح الجسر الذي بغيابه تشل المنطقة